بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان اليوم النهاردة هو يوم التوافق والسعادة يوم التوافق والسعادة هو يوم مش يوم المشاكل قد ما يوم تطوير حياتنا والنضوط خلي بالكم أن الأسرة اللي ما بتنضجش هي أسرة في الحقيقة بتكذب على نفسها الأسرة لازم تنضج ما فيش أسرة بتستقر على حال واحد بس وفكرة أن احنا بنسق ببعض ثقة كاملة تامة من غير ما نعيش مع بعض وكل واحد فينا يبني لابنا في الحياة الزوجية حاجة مش حقيقية وعشان كده لما بتعد علينا بعض التحديات والتحديات دي بتبقى تحديات حقيقية في حياتنا ونتجاوزها ده بيكون فرصية حياتنا الزوجية وعشان كده احنا النهاردة نتكلم عن تحدي بيحصل في بيوت كتيرة والناس ما بيقدروش يتخطولي إنه تحدي شوية تحدي فيه مركب تحدي فيه تفاصيل كتيرة التحدي ده هو اسمه تحدي المثالي جلنا في مركز الإرشاد الزواجي بيجينا حالات كتيرة بتشتكي الزوجة بتشتكي من إن الزوج دايماً بيعمل إن هي ما لا تبقاش مرتاح وبيظلمها وبيقهارها ومش بيحب يريح وبيعمل كل شيء يدايقها وبتقول إنها إنسانة بسيطة مش عاوزها حاجات كتيرة كل اللي عاوزها إن الجزها يكون لطيف معاها ويراعيها وإن هي عملت كل اللي في وسعها وكانت واضحة وصريحة معاه من أول فترة الخطوبة فهي واضحة وصريحة معاه في كل تعاملاتها معاه ووضحت له إيه اللي بيطيقها وإيه اللي بيفرحها وكانت واضحة معاه أنا الكلام دوة ساعات بيخليني أقلق لأن الشخص دايماً اللي هو بيديني رسائل إن هو واضح قوي ومش محتاج حد يعرفه ومش محتاج إن هو يتطور أنا بأقلق من ده بأقلق من ده ليه؟ لأن الحقيقة إحنا كلنا محتاجين نتطور إحنا محتاجين كلنا نتحسن والزوج برضو بيقول إن هو كمان بيعمل حاجات مش ممكن حد يعملها بس ما بيلاقيهاش بترضى وإنه عاوز كل اللي عايزه بس إن البيت يبقى هادئ ومستقر لدرجة إنه في بعض الأحيين الزوجة بتخلي جوزها أقول لكم حاجة لدرجة إن هي عشان هي عندها حالة من حالات الإحساس بالمثالية وعندها نموذج أيها دخل الجواز بنموذج كامل أنا مش دايما بقول للكلام ده عن الزوجات بس والأزواج برضو عندها نموذج كامل حطى نموذج ده وتعبان عليه على فكرة فحطى نموذج ده نموذج مثالي جوزي بيصحى جوزي ما بيشخرش جوزي ما عندوش مشاكل جوزي بينام ست ساعات بيقوم زي المنبه ما يعودش عشر دايق إلا وهو خلص الحمام بتاعه كده نموذج هي شخص بيرفكشنست هي شخص مثالي ساعي إلى المثالية فبتخلي جوزها في بعض الأحيين لما هو يعمل مخالفات لنموذج اللي عندها والله شفت ده بتخليه يعمل ايه يكتب عهود ورقية على نفسه إنه يبقى كويس معاه وبتشوف إنه مش بيوف بالعهود دي والزوج بيروقون رأيه يا ابني انت بتعمل كده ليه انت كتبت الكلام ده يقول أنا كتبت الكلام ده مش من باب الاعتراف أنا كتبت الكلام ده من باب إن أنا عايز الأمور تمشي بيحصل بقى ده بيحصل إن الأزواج لما بيفيض بيهم مع الزوجات أو الزوجات بيحصل فيهم لما بيفيض بيهم مع الأزواج اللي هو الساعيين إلى المثالية دول يعملوا ايه يخلوا الأمور تمشي يخلوا الأمور تمشي السعي إلى المثالية مش بيكون بس في الإجراءات والتفاصيل ده كمان السعي إلى المثالية بيكون في المشاعر يعني ما تقبلش مثلا إن هي تقول كلمة وجوزها ما يحسش بيها ايه ده ايه القلوب الاسية دي هو ازاي جاله قلبي وما حسش بيا كده ستي هو جاي من الشغل وهو حاسس انهم مش شايف اصاده لانه متبهدل في الشغل او ايه يعني هو اول ما يدخل من الباب لازم يكون مشتق الي وحاسس بيا وعايزني وهو في نفس الوقت هي طول النهار طعبانة ايوه هو مش لها جوز ليه جوز هيجي يشوق يلاقيها مكشرة وكأن كل واحد فينا بيتعامل مع ايه بيتعامل مع صورة ومش بيتعامل مع بنا ادم بيتعامل مع برنامج يدوس عليه يطلع البرنامج مطلع كل حاجة ولما يجي يتعامل مع البرنامج يجي يقول ايه انا حس ومعندوش احساس بيعمل حاجة ومش مؤمن بيها بيعمل حاجة ومش بيصدقها الساعة المثالية ده كارثة لان فيه فكرة غلط موجودة ان احنا حياتنا ممكن تكون مثالية او الناس تعيش كاينهم وصلين الى قمة الكمال فكرة غريبة سيطرت على عقول الناس وساعات بتخليهم ما يوصلوش لحد الرضا ابدا في الجواز هنا بيبقى المشكلة بين الزوجين اللي بالنمط ده المشكلة ان الزوجة بيكون عندها نموذج مثالي في زيناها عن الزوج وتركبته وسلوكه ومتصورة الحياة ليها شكله وتركيبه معينة فلما الزوج مش بيكون موافق للنموذج ده بتحس انه خارج عن الاطار وخارج عن الاخلاقيات العامة وحتى ساعات بتخليه خارج عن الدين ايه ده هي ده الرحمة هو ده الدين هو ده الانسانية هو يقول لها هي ده الاخلاق هي ده العفة هي ده الشرف وهي تكون كل اللي عملت وبس ايه اللي حصل قالت لي مش معقولة الكلام ده رفعت صوتها مع اني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل مشكلة وجي سيدنا عمر قال له اني انا زوجتي بترجعني يا رسول الله فالرسول الله تبسم لانه عارف ان زوجات رسول الله كانوا بيرجعوا يعني بنقشوه يعني اللي احنا بنسمي ايه بيعندوا فيه او بانهم بيرجعوه وبياخدوا يدوا معاه لوقت طويل فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما تعملش معهم بمقام النبوة تعمل معهم على النزوج لان ما ينفعش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ان حد يرجع وهو في مقام النبوة فإيه اللي حصل هي ما بتقدرش تتحمل وبتكون عايزة تعمل إيه تهزد بسلوك الزوج عشان يكون مطابق للمناصفات النموذية اللي عندها وكأنها عايزة تربيه وعشان كده هي بتخليه في بعض الأحيان يكتب على نفسه عهود عشان يلتزم بيها فهي عايزة تربيه نحن يا راجل بنقول لأزواج إيه وعن تتجاوز واحدة عشان تربيها ولذلك الناس اللي بتتجاوزوا لوحدة عشان ياخدوها صغيرة عشان يربوها ده هدف فاشل في الجواز انت بتاخد الزوجة عشان هي ما تربيها فاعتيش معها بالأخلاق وهي تربيه لك أولادك لو انت هتاخدها عشان تربيها انت بتعمل حال غلط على فكرة لو كان في حد ممكن ياخد واحدة عشان يربيها كنا لازم نعرف ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس هو وإنك على خلق عظيم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم عدد العقود التي كانت بينه وبين السيدة عائشة تسمح له انه يربيها لانه حضرت النبي كان بيرب الأمة كلها بس هو لما هو علمنا انه هو ما رباش السيدة عائشة ولكن عاش معها كزوجة وإن اللي حاصل وتعاملت هي كزوجة وكامرأة كاملة عرفنا ان المقصد ده مش مقصد أساسي من مقصد الزواج ففكرة ان واحد ياخد واحد عشان يربيها على ايده ده ما ينفعش هيبقى المؤمر أسوأ وأشد يعني فجاجة لو واحدة واخدها واحد عشان تربيه هتبقى كارسة وعشان كده بنقول للأزواج بقول له اه واحد ياخد الزوج عشان يربيها ولا واحدة تاخد الزوج عشان تغيره لا ده صح ولا ده صح وما احنا بنعمل ايه احنا بنتزوج عشان نعيش مع بعض وعشان كده دايما بقول للأزواج والزوجات فكرة ان انا عندي نموذج وادخل الزوج فيه او عندي نموذج وادخل الزوج فيه ده مش حقيق الزواج ماذا شوف التعبير القرآني البديع ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها طب وقال لي بعد كده وجعل بينكم 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 مودة ورحمة اذا المسألة الجواز بيكون بين الزوجين ما فيش حد جايب نموذج ويعيش التاني فيه وده بيحصل لما الزوجة على فكرة الزوجة بتحاولت بقى تربي زوجها بطريقة معينة وبتبقى بعيدة عن الواقع ليه طيب لان وقع الحياة مفوش نموذج مثالي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجاته بتزعل وبتخطئ فالنموذج المثالي ده مش ممكن يتحقق لان لو كان عيتحقق النموذج المثالي كان يتحقق في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيكون في بيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي احنا مش بنقول بيت حضرة النبي هو البيت الاكمل في البشر لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سمح لنا ان بيت حضرة النبي تنامس سيدة عائشة فتاة الداجن فتأكل طعامها فمن بقىش فيه طعام في البيت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كانوا يراجعناه حتى يخضب حضرت النبي فيبيته ليلته في مشروفته يعني اين لحاصل يعني المسألة كلها السيدة عائشة تكسر صفحة السيدة حفصة اذا فيه حاجات بتحصل في البيوت وهذا البيت الطاهر هذا البيت الكامل فانا فيه ظاهرة كمان بسميها بقى ظاهرة مهمة ظاهرة اسمها الفتيات المدخرات ايه المدخرات البنات اللي بيتدخروا مشاعرهم وحبهم وحسسهم وعواطفهم ودلعهم كله بيتدخروا وعلاقتهم الى بعد الجواز مشهورات البنات دي النموذج ده فبتكون هي عندهم ايه عند البنات دي سخف عالي من التوقعات في اول الجواز عندهم نموذج كامل للجواز اذا عيروحوا فيحبوا ويتحبوا على اقصى درجات الحب واللي عيجوزهم عارف ان هي مدخرات مشاعرهم فيقابلهم بقى كالاميرات فدخلين الجواز بكده حط على ده بقى لما الزوجة كمان تكون كمان بيرفكشنست اللي هي ساعية الى المثالية يا نهار ربيض بقى فيبقى الهمسة والكلمة فهي عندها النموذج ده واي تصرف لزوجها او هو اذا كان الزوج برضو نفس الحكاية متدخر مشاعره وعواطفه وعلاقاته الى ما بعد الزواج طبعا احنا بنقولش ان حد يبقى فيه عنده علاقات قبل الجواز بس احنا بنقول هم عارفين كده هم حاسين ان هم ضحوا واتدخر وكل مشاعرهم الى الجواز فيبقى كل واحد جاي حاطت نموذج فائق وكامل في كل العناصر فيبقى كل تصرف من شريك حياته ومش موافق للنموذج ده بيتحول الى خص وإلى عبء وإلى ذكرى سيئة في القلب فإيه اللي يحصل فكل محد يعمل حاجة خصم 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 وزيك حاطت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب الناس في الزنوب ان هم يعملوا ايه ان هم يضيعوا بعض لكن بيحب الناس تتواقع فحاطت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه عشان نبقى واقعين كل ابن قدم خطاء وخيره خطائينا التوابون حاطت نموش عايزنا نعمل الزنوب لكن عايزنا نخرج من الزنوب فلو كانت المسألة فعايزنا نكون متوازنين الحياة بيقع فيها زنوب بيقع فيها زنوب الحياة بيقع فيها اخطاء بيقع فيها اخطاء لكن فكرة النموذج المثالي ده كان اكتر الناس اللي ممكن تدعونا انه النموذج المثالي لانه بيحب مكارم الاخلاق ولانه على مكارم الاخلاق حاطت النبي فما كان المفروض يقول لنا ايه ايه وعا تعمله الزنوب ولو حد عمل الزنوب خلاص هو دي النهاية لكن حاطت النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن الواقع عن التوازن مش بيقول لنا صلى الله عليه وسلم فعله الزنوب لكن بيعلمنا التوازن والواقعية في الحياة لما تقع الزنوب ما نعتبرهاش آخر ناهية العالم حضرت النبي علمنا كده نعمل ايه نبتدي ونتوب فالمدخرات مع السعي للكمال بيكون شيء صعب جدا لأن عندنا نموذج بيشوف الحياة أبيض أو سود وإحنا لسه كنا عندنا حلقة كنا نتكلمنا فيها في الجريسة عن مسألة وما فيش رماضي بقى الرماضي اللي هي ايه كل الألوان ورماضي ديت من خلق الله سبحانه تعالى فنسبة القبض بدرستي كده نسبة الأبيض والأسود في حياتنا اللي هي الحاجات الواضحة جدا القطعية اليقينية في التصرفات عارفين نسبتها قدي؟ لا تتعدل عشرين في المية والتمانين في المية هي الرماضي اللي هي رمز لكل الألوان للطيف اللي بيسموه الاسبيكترم طيف طيف من التصرفات وطيف فبنشوف ان مهما الست دي بقى اللي هي المدخرة اللي هي عندها للسعي الى المثالية مهما عمل جزها طالما ما وصلش للأثر اللي هي عاوزها هي ما معملش حاجة يبقى هو اسود مش انه في منطقة الرماضي اللي هو بيحاول ويتعلم وينضج لا 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 ما عندناش احنا محاولة لنضج انت اما ناضج واما انسان مش مناسب تبقى بقى تطلع عاصي تطلع انسان غدار تطلع انسان ظالم بس كده الشخص ده بي ساعات على فكرة الشخص اللي احنا بتكلم عليه اللي هي المدخرة اللي هي ساعية المثالية دي ممكن تكون في غاية الطيبة والبراءة والنقاء وزيك الزوج بيبقى هنا مش عارف احنا بتكلم على السيدات على فكرة نفس النموذج ممكن يكون بس احنا بتكلم ده عن الندوة النموذج الكتير اللي بيحصل لها لكن ممكن يكونها كمان عند الازواج الزوجة او الزوجة مش عارفين مش لاقي حاجة يعملها هي طبعا يعمل ايه هي نقية جدا جدا وطيبة جدا جدا بس هي خنيئة جدا 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 فالشخص المثالي دوت عايش في فقاعة وعاوش شريكه يدخل معاه في الفقاعة دي فالشريكه بيقول له لا ما احنا الحياة وسعى ليه ندخل في الفقاعة دي والنموذج ده مشكلته انه بيفقد معاهرات الحياة الواقعية اللي فيها المناطق الرمضية كتيرة وان البشر بيغلطوا وكمان مش بس بيغلطوا وكمان بيوصلوا كمان الى الصواب لما بيحاولوا ففيها اسمها مرحلة المحاولة وفي الرجالة ايضا في نموذج اسمه الشخص البكر الدائم اللي هو ايه هو حاسس بنفس مشاعر البراءة والصفاء عارفين دوت ممكن يبقى عنده مشكلة ايه انه في بعض الاحيين يتأفف من انا ممكن يبقى عندي علاقة خاصة مع امرأة تخيل النموذج البريء اللي يوصل له هذا الامر وفي النموذج اللي بنتكلم عنه في الزوجة بيكون عندها كمان مشكلة في العلاقة الخاصة مش بتحتمل تفاصيلها اللي بتتعلق بالجسد والرغبات اللي بيعتبرها ده خلوق عن الاخلاق والدين في بعض الاحيين لما يكون انا ليه اخلي نفسي فيها واوقات على فكرة هي بتنكر لما تيجي تكلم عن الاتنين هي تنكر وتقولك لكن هي من جواها بتشمائز من الاسة دي وتعتبره في بعض الاحيين فعل حيواني مفوش ادب احنا لو مضطرين اللي كده عشان الخلقة يبقى خلاص نعمله كده نعمله مرة ولا مرتين ونخلف وبس عشان بس احنا خلقتنا كده ونخلف بقى وخلاص بعد كده يفضل بتبرق تفضل تعمل حاجات تمرر الحياة عشان ما نوصلش لهذه المسألة بس هي ما تعترفش لان هي ايه ده انت هتقولوا علي ان انا بقى منع حق لا ما عملش كده بس انت بتعملي كده نفسيا انت بتعملي كده انت نفسيا كمان بتعمل كده وانت تشوف نفسها ان هي لا يمكن تشوف ان دي هبة من الله يعني مش ممكن تشوف العلاقة الخاصة لان هي هبة من الله ونعمة ربنا ادعا لهم عشان دي دايما بقول السعادة المجانية ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاها للانسان عشان مش بس العفة عشان يحسسه ان هو بيحبه ونزاك رسول الله عليه وسلم يقول ايه ارأيت ان وضعه في حرام قال اقتي احدنا زوجته امرأته ثم يكون له ثواب قال ارأيت ان وضعه في حرام يعني دي فضل من ربنا وهبة من ربنا ويجي السؤال هنا هل مشكلة في العلاقة خاصة هي اللي عملت عدم التوافق ولا العكس ان عدم التوافق هو اللي عمل مشكلة في العلاقة خاصة انا شايف الاتنين انا شايف الاتنين طب نعمل ايه ايه الاجراءات اللي ممكن تتعمل عشان نحاول نخفف من وطقة هذا النموذج لأن احنا عايزين نخرج من أفلاطونية الحب ونخرج من هذه النموذج إلى نموذج يعيش الحالة الوقعية في الحقيقة وإحنا عايزين لأن في الآخر خالص ده في أوقات كتيرة الحالة دي بتخلي الزوج يدور على ما يسامن بالاحتواء البديل وتبقى هذا مبرر للزوج أنه يخرج من ده أنا شايف أن في الحالة دي احنا محتاجين نتفق على ساعة واحدة يتكلموا فيها عن كل اللي وقعوا منهم في الماضي وما تزيدش دقيقة واحدة ما تزيدش حتى ثانية واحدة عشان تتقفل كل الملفات القديمة يعني لما نوصل للتلات تلاف وستمائة ثانية حتى لو واحد بيقول آه نقفل ده ونخلص من كل الحياة الماضية ونقفلها خالص طيب وبعدين اللي يحصل كمال الحياة ديات محتاجة نعيش فيها بإني بصناعة ذكرات الحسن كل يوم نكتب الأشياء الجميلة اللي بيننا يبقى عندنا شيء بنكتب فيه كل الحياة الجميلة اللي حصلت بيننا عشان إيه؟ عشان ننفس قولة وتعالى إن الحسنات يزيبن السيئات تالت حاجة نتوقف عن تسمية الأشياء بتسميات سلبية يعني مثلا أنا عايز أعرف مين اللي أشاع في عقول الستات أنا أسف يعني إن اللي الجالة في الغالب نرجسيين يا جماعة بالراحة هذا الكلام مش صحيح ما تقولوش كده ولا إن في الغالب الرجالة كلهم عينهم زيغة ولا كل الأحكام دي نهدي بيها شوي كمان نعمل إجراء تاني خالص ما نسميش الأشياء بأسماءها السلبية وكمان نعمل حاجة مهمة جدا 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 إن إحنا نحاول بقدر الإمكان إن يكون معنا عندنا ذكريات حسنة ونبتعد فيها عن كل المساوى اللي حصلت يا سادة النموذج اللي بيقولو ده عامل تعبك في كتير من البيوت حسنا نحتاجين راجع نفسنا الحساسين قريبين من النموذج ده كمان الناس اللي دايما بيقولوا إحنا دايما ما نعملش حاجة غلط وريبين من النموذج ده ننتبه شويتين ثلاثة ونراجع الإجراءات اللي احنا عملناها دي عسى الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويساعدنا دايما نكون في أحسن حال يا سادة ما فيش حاجة مع نهاية العالم لكن في حاجة مع بداية النضوك وبداية التوافق وده كمان بيكون مدعوم من الله سبحانه وتعالى لأن ربنا بيحب المواد والرحمة في البيوت اتوكلوا على الله ومدي أديكم لبعض إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الرباط مليء بالنور والبركة والمواد والرحمة يا رب يجعل بيوتنا دايما في مواد والرحمة بعد الفاصل عن استقبل أسئلتكم من باركة ونجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسرو اللي بتلقى عليها أسئلتكم من باركة وتفضل جسر من النور بتبقي مجالس العلم منورة في مجالسنا وفي حياتنا ونفضل كمان في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وعشان تتم مجالس العلم كمان نستقبل أسئلتكم وعنا أول سؤال من أستاذ لطفي من المنصورة أستاذ لطفي السلام عليكم ومولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أغبار حضرتك أنا سعيد جدا اللي كلمت حضرتك وأنا أسعد يا فندا الله يبارك لك اتفضل لحاجراتك بعد إذن حضرتك أنا بس عندي سؤال اتفضل لحاجراتك أنا الحمد لله يا رب العالمين مداوم على قراءة القرآن ربنا يتقبل يا رب يا رب بس عندي مشكلة حضرتك بقى ما بستوعبش اللي أنا بقراه طيب يسير يعني بقراه كأنني بقراه من كتاب كده أو بقراه حاجة يعني القرآن ما بدخلش دماغي يعني اللساني بس اللي بيشتغل إنما ما فيش حاجة مركزة جواي أنا أقول لك تعمل إيه يا حاجة لطفي ده سؤال حضرتك يا حاجة لطفي اتفضل ده سؤال حضرتك أيها حضرتك آه هجاوب حضرتك وقول لك تعمل إيه حاجة لطفي أول حاجة حاجة لطفي إنت محتاج تعمل ثلاث إجراءات الإجراءة الأولانية تحاول تتعلم شوية تجويد التجويد وإنت بتجود القرآن وإنت بتقرأ القرآن تلاقي التجويد فين في المقارئ اللي بتعمل في المساجد دلوقتي وزارة أقاف عاملة كتير من مقارئ دلوقتي في المساجن فتعمل إيه؟ تحضر في المقرأة فلما تتعلم تقرأ بالتجويد سبحان الله تبتدي إيه اللي يحصل؟ تبتدي تفهم شوية الكلام اللي أنت بتقرأ ليه؟ لأن مجرد أن أنت تعرف الجمال اللي موجود في الآيات بتخليك تحس بإيه؟ بمعنى من المعين ده الإجراءة الأولى الإجراءة الثانية بقى إحنا ربنا يصلنا في مصر بالذات وفي بلاء أن هناك تفسير لطيف سواء بيتزع في إزالة القرآن الكريم أو بيتزع عندنا تفسيرين تفسير السهل المعروف بتاع فضيط مولانا الإمام الشيخ الشعراوي وعندنا كمان تفسير سهل ميسر ممكن تسمعه كمان وتتعمد أن أنت تسمعه بتاع فضيلة الإمام الأكبر الراحل الله يرحمه محمد سيد تنطوي اللي اتنين دولع يساعدوك أن أنت تبتدي تفهم ببساطة الكلمات اللي أنت بتقرأها وتعمل إيه تبتدي تسمع 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 وممكن أولاد حضرتك يجبهو لك على اليوتيوب أو يجبهو لك مسموع تسمع شوية بشوية تفضل كده تقعد تسمع جزء مثلا تقرأ جزء عامة وتسمع التفسيرات بيها واحدة واحدة هتبتدي إيه المسائل تفهم لأن إحنا مش طالبين أن حضرتك تفهم فتبتدي تشرح للناس إحنا مبتدين إحنا عايزينك تتزوق القرآن الكريم فدي أول حاجة تالت حاجة بقى أنا شايف أن أنت تعملها تسمع قراء الجمال بتاع زمان تسمع الشيخ محمد مصطفى اسماعيل وتسمع الشيخ محمد رفعت وتسمع الشيخ الحصري وتسمع الشيخ المنشاوي تسمع وتشوفي إزاي هم كانوا بيقرأوا لأن هم بطبعهم لما بيقرأوا القرآن بيقرأوا القرآن بطريقة وكأنها بتفسر تسمعوا كده هو بيتكلم عن أهل الجنة كأنك دخلت معهم الجنة وهو الكلمة عن أهل النور تحس أن أنت خايف وتحس أن أنت راغب أن ربنا سبحانه وتعالى يجنبك مكره تعمل الثلاثة إجراءات دولة إن شاء الله ربنا هيكرمك يبقى مقرأة تسمع تفسير من التفسيرين المؤسرين دول الحاجة التالتة تسمع كبار القرآن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير كل حاجة لطفي معايا الأستاذ أحمد من الأليوبية أستاذ أحمد معايا من الأليوبية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وعلادكم بخير بمناسبة قرب بحلول عيد الأطحى المبارك ومزم الحج وستتممنا من الله العليل قدير أن نكون غطبة لنا في مثل هذه الأيام حضراتكم وفريق العمل وكل العالم أجمع يعود إلى تلك الأيام باليسر والسعادة واليمنى إن شاء الله يا رب إن شاء الله ونكون إحنا وإنت إن شاء الله في هذه الأيام خلاص بنستقبل إن شاء الله العاشر إن شاء الله في الحج إن شاء الله آمين يا رب آمين يا رب اتفضل يا أستاذ الله محمد علوج من غير بشبرة الخيمة أنا مساهة يا أستاذ الله حضرتك أنا ميسول حالي فضيلة الدكتور طيب الحمد لله ميسولين الحال مبديا ربنا يكتدب لك الخير بس حضرتك عندي أمرين أو غرضين أو طلبين آآ يعني لا أستطيع تنفيذ إلا واحد فقط اتفضل أنا إلا أمر واحد فقط وهو إما أن أحج بيت الله عز وجل وإما أن آآ لدي فتاة ابن آآ بيعدي للزواج ولابد أن أقوم بمساعدتهم طيب سؤالي يا حج أحمد حج أحمد لا أستطيع القيام بتنفيذ الأمرين يا فضيلة الدكتور طيب أسألك حاجة لما بقولك يا حج أحمد أنت فعلا حجيت ما حصلش يا دكتور ورابع مرة بقدمت القرعة وما حصلش نصيب السنة دي قدمت القرعة وثلاث أعوام سابقة ولم يحدث النصيب طيب هل هناك حضرتك معلش بأخشى جيد بأخشى تماما أتقدم بالسياحة لأنه هناك كثيرا من النصب كما طيب خلينا نركز بس في المسألة دي أنت دلوقتي معاك فلوس تستطيع أن أنت تحجي بيها السنة القادمة السنة القادمة مش السنة دي أو تساعد ابني حاضر أنا فاهم كويس جدا جدا أنت عندك أن أنت تساعد ابنك أو تحج نحن دلوقتي مش بنتكلم في أنك تكرر الحج نحن بنتكلم دلوقتي في حج لا حصلش دكتور ما حصلش طيب اسمعني طيب ما أنا بقولك طيب اسمعني حج أنا إن شاء الله هتبقى حج إن شاء الله إحنا عندنا مسألة إما أن أنت تحج حجة الإسلام حجة الإسلام يعني حجة الفريضة وإنت معاك فلوس فأنت عندك أن أنت إما تحج أو تجاهز ابنك الأساس أن أنت مدام أنت معك المال وعندك قدرة تحج حج مسألة سهلة طيب وبعد كده وابني تجهيز ابني إن شاء الله ربنا يوسع الأرزاق وتجد ما تجاهز به ابنك طيب واحد يقولك طيب من الأولى مش إن أنا جاهز ابني ده لو كان فيه تكرار الحج يعني الناس اللي بتتكلم كل الكلام اللي أنت بتتكلم فيه واللي إحنا بنريد إنه أن ننشره في الوعي وأنه أن ننشره في الناس كلها ده بيتكلم عن إيه عن مسألة تكرار الحج والعمرة لا تكرار الحج والعمرة ابني أولى بلا شك بلا شك ابني أولى لكن إحنا دلوقتي بنتكلم في مسألة الحج الفريضة أنا معايا فلوس أحج الفريضة يبقى الاولى ان انا اعمل ايه حج الفريضة طيب لو انا شفت بقى ان المسألة مش هتنفع خالص وابني يا تعالى ان شاء الله افعل هذا واعطي المال لابني وجاهز ابني وساعتها مش هبقى قاسم لان الحج على التراخي احنا نعمله مرة في العمر بس احنا بنشوف ان انت لو معاك فلوس الحج يبقى انت بتسأل لي الاولى اعمل ايه دلوقتي انك تروح تحج لان انت معاك فلوس الحج طيب وابنك ان شاء الله انت وهو تجتمع وان شاء الله توفره فلوس الجواز بس انت دلوقتي بتكلم في السنة القادم ان شاء الله اذا استطعت انك تحجز السنة دي ان شاء الله ربنا يكتب لك الحج يبقى انت لو معاك فلوس الحج روح تحجي طيب وابني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكريمك لغاية ما يبتدي تجوز ان شاء الله وتجاهز ابنك لان انا شايف كمان ان احنا لغاية دلوقتي كمان ما عندناش ملامح لمسألة زواج ابني الا اذا كان ابني في حالة شديدة فيه ديون فيه كذا فانا هدفع الكلام ده عشان ارفع عنه هذا الحرك ارجو ان انا كنت وضحت لحضرتك بكل الاحوال اللي ممكن تكون فيها تعارض ما بين مسألة ان انا احج ولا اجاهز ابني نعم معنا معنا استاذ مين استاذ زغلول من البحيرة ايو افنك اتفضل اي استاذ زغلول افنك تاني يا حاج زغلول معاك ايو منذ الفين وتسعتاشر اتفضل يا حاج زغلول انا سمع حضرتك دلوقتي اتفضل لا هو المسافة دي تقول ان انت حضرتك بس يا حاج زغلول اتمنى على حضرتك ان انت توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون لو تكرمت طب استاذ زغلول هيحاول يجعلني تانيا نروح للاستاذ زفاية استاذ زفاية ايا مسألة خير يا شخنا مسألة نور تفضلي حضرتك ان شاء لكم بخير فضل ونعمة الحمد لله حضرتك انا عندي فيه شقة بيني وبين اخويا وكنت عاملاله انا ما عنديش اولاد فكنت عاملاله هيبة نصف تانية لي وطبعا انا لمطل فلوسه من 5 على 10 على 3 على 7 المهم ان احنا اخذنا شقة في مصر الجديدة وكتبتها العقد كانت باسمه وكتبت له هيبة للجزء التاني اللي لم في حالة وفاتي يعني حضرتك دلوقتي كتباله نصف الشقة تكون لي بعد الوفاة ولا كتباله نصف الشقة من دلوقتي يعني انت كتباله ازاي انا كتباله عقد بيني وبينه بينه وبينه حضرتك كتب عقد بينه وبينه انه تقول الشيء ليه كل شقة كلها تقول ليه بعد وفاتي لكن ما فيش العقد ده لموسق هو راح حضرتك صدقه في المحكمة اه يعني عمله صحة توقية اه فبقى هو دلوقتي اسمعيني دلوقتي بقى هو دلوقتي مالك الشقة كلها لا 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 العقد بتاعي انا العقد باسمي انا ساعدتك عقد الشقة باسمي اللي انا جاباني من الشركة ودفع الفلوس كلها خلاص بس دلوقتي عملت عقد ابتدائي بينك وبينه ان دو هتتنفذ يتنفذ بعد الوفاة بس هو نفذه دلوقتي هو منفذ هو بيحنا احنا مأجرينها يا شيخنا احنا مأجرينها حضرتك وبدله نصف الاجار وانا باخد الاجار بقى لي 13 سنة طيب دلوقتي انا اختي توفت اخويا توفى الاول واختي توفت اخويا لما مات الاول اختي توفت بعدي اخويا ما ورثت حاجة اخويا ده بقى للشراكة اللي بينه وبينه ورث شاقتين ورث دولارات ورث فلوس مصري كل الكلام ده يعني انت دلوقتي انت دلوقتي بتكلمي عن تلاتة انت واختك واخوك ده واخ تاني يعني انتو اربعة صح كده احنا اربعة اه طيب محددك محددك يعني بتقولي واحد توفى اللي توفى ده اخ تاني واخوك اخوك اما مشاركة معانا اما مشاركة معانا لاتنين يعني الشقة دي كان شقة ورثة لا يا حج يا شيخنا يا شيخنا انا الشقة دي شراكة بيني وبينه هو طيب لما اخويا مات واختي هو ورث من اختي شاقتين وفلوس ودلارات اخويا الاولاني ما ورثت حاجة فهم اولاده ما عندوش غير المعيش ولود اخويا التاني ما عندوهمش غير المعيش طيب تفضلي فانا حضرتك دلوقتي انا دلوقتي عدت حيث باتي تاني من اول وجديد قلت له خلاص انا هشيري الهبة بتاعي انت خد فلوسك خد فلوسك عشان انا اخذ الشقة كلها واكتبها لاخويا اللي توفى اللي ولادهم عندهمش غير المعيش طيب هو عارف بقى ان انا هعمل كده وبيعنيت معايا واحنا عندنا بزمن تاني ورث بينه وبينه حضرتك لازم تخلصي الورث فيه ورث بيننا وبينه البزمنت اللي هو البدروم يقولي خليه ييجي وهو مش عايز يروح لا لا بس حضرتك قلتي حاجة تانية خالص حضرتك قلتي حضرتك قلتي في الشقة اللي فيه الشراكة انا تصورت اسمعيني بس الاول يا حاجة حاجة فاية احنا تصورنا بس ان حضرتك الاول خالص ان انتي وهبتي النص ده بس هو واضح دلوقتي ان حضرتك بتقولي له خد تمن النص ده النص التاع هو طب حاضر حاضر هو دفعلك تمن النص ده ولا انتي بتقولي له ان انت هتشتريه منه بعد ما وهبته له هو يا شيخنا بقاله 13 سنة عايزي فلوس عايزي فلوس انا عايز فلوسي انا عايز فلوسي فلوس ايه اللي هو دفعهم الجزء اللي دفعوا في الشقة يبقى حضرتك ما وهبتلوش وهبتلو الجزء اللي خاص بيا انا طيب يبقى دلوقتي اسمعيني بس اسمعيني بس يبقى انت دلوقتي شركاء في الشقة هو دافع نص ثمن الشقة وانت لما هو قلت له إذا أنا انتقلت يبقى النص التاني ينتقل إليك وعملت عقد بده فهو رح عامل صحة توقيع للنص بتاع الشقة بتاعه ولا للشقة كلها لا اللي بتاعه هو جزء تاعه هو إيه بقى اللي دخل صحة التوقيع عندنا طبعا لازم يعمل صحة التوقيع لأنه شريك فين السؤال بقى فين السؤال ما أنا بقول لساعدتك دلوقتي أنا أخويا مات أخويا التاني الكبير مات قبل أختي واختي ماتت فأخويا دوت مناش دعوة دلوقتي بأخواتك حاجة فاية حاجة فاية مناش دعوة دلوقتي بأورس ولا مورهس أنت دلوقتي لنا دعوة دلوقتي بالشقة اللي هي بينك وبين أخوك مش أنت دي اللي بتسأليني عنها أنا بقى عشان أنا وولاد أخويا معدومش غير معاش أنا هكتب لهم الشقة دي بإسمهم بفضل النظر أنت غرضك إيه مناش دعوة بغرضك دلوقتي أنت دلوقتي بتسأليني هل يجوز لي أن أرجع في هبتي اللي أنا وهبتها له أنا دلوقتي أنت وهبتي هذه المسألة وهبتي هذه المسألة والهبة دي مضافة إلى بعض الموت صح؟ أيها الأولاد وليه والأولاد أنت في الهبة دي كتبة إيه في الورقة؟ كتبة تقول إليه له والأولاد وبعد وفيته طيب يا ستي إحنا دلوقتي عشان ده محل النزاع محل النزاع أنا بقول لحضرتك محل النزاع لازم تروح در الإفضل ولازم نشوف الورق ده ليه طيب بقولك كده وده أتبقول لحضراتكم وكل الناس بيفتوا في مثل هذه المسائل الخصومات يا سيدي ماينفعش تسمع من طرف واحد بس أي خصومة ماينفعش أن أنت تسمع فيها من طرف واحد بس ليه؟ لأن دوت ليس من العدل جي مرة شرايح القاضي وكان فيه واحد يهودي بيدعي سيدنا علي بيشاف الدرع بتاعه مع واحد يهودي قال له ده درعي ده درع اللي كان ضيع مني فراحوا ارتفعوا إلى مين؟ إلى شرايح القاضي فراحوا لشرايح القاضي والدرع موجود فسيدنا سيدنا نمام علي رح قاعد قال له تفضل يا أبا حسن وراح إيه اللي حاصل؟ قال له فين شهودك؟ أنت بتقول إن الدرعي ده بتاعك قال له ما عنديش غير قنبر وابن الحسن قال له لتنين شهاداته ما تنفعش قال له ليه؟ قال له قنبر ده ده عبدك والتاني دوت ابنك فالتنين دولار شهاداته ما تنفعش هشوف لحد تاني قال له ما فيش قال له خلاص يبقى الدرع بتاع الراجل راجل اليهودي قال يا نارا بيد قاضي المسلمين بيحكم على أمير المؤمنين المسلمين فاشهدوا أن لا إله إلا الله وهذا درعك سقط منك يوم حنين يا أبا الحسن فسيدنا سيدنا الإمام سيدنا المهم اللي عندي اللي سيدنا الإمام علي لم شرح القاضي قال له ليه؟ قال له لأن انت قلت لي يا أبا الحسن وما نديتوش بكونيته يعني هيساوي بينهم حتى في النداء فما ينفعش في أي محل خصومة أن حد يفتي في خصومة أو يقوم هو أين في الخصومة ويقوم بدور المحكم ما ينفعش يحكم في خصومة غير لما يسمع الاتنين حديك بتقولي أن أنت أضفتي ده إلى ما بعد الموت لو أضفتيه إلى ما بعد الموت في الغالب ده واتع يكون في حكم الوصية بس ما قدرش أعمل كده غير لما نشوف بعيني الورق مكتوب فيه إيه لأن صيغة الورق الصيغة دي مهمة جدا جدا للحكم فيها ما ليش دعو بقى حضرتك عايزة ترجع في الهبة ومش عايزة ترجع في الهبة هي ساعتها تبقى هبة ولا هتبقى وصية هنشوف ساعتها لما نشوف الكلام ده في الورق فأنا نصحت لحضرتك لازم تروحي أنت وأخو حضرتك طيب إذا ما كانتش هو موافق ما عندنا شغل القضاء مش موافق ما عندنا شغل القضاء بس معانا أموزياد تتفضل أموزياد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن يا حضرتك يا فضلتك نعم وفضل الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك الله يبارك في حضرتك لو سبحت يا فضلت الشيخ فأنا دلوقتي حصلت مشكلة بيني وبين أخيه الصغير وهو شاتم وقل أدبه وثبتين وكان موضوع كبير يعني ودلوقتي أمي أبويا ما نصفونيش يعني ما جابوا ليش حق وفي نفس الوقت بابا بعط رسالة حدش يديه للبيت فأنا دلوقتي بعت رسالة ايه؟ حدش يجي البيت يعني محدش يجي البيت منكم أنتو الاتنين؟ لا لا لكني أنا أخوات عشان إحنا هتين برا هو قاعد معا في البيت طيب يعني هو زعلان منكم أنتو البنات وهو واخوكم ده هتقعد معا في البيت وده الأخ الأصغر وده الأخ الأصغر أيوة الصغير طيب بس هو كمة قلة الأدب يعني بفراحة يعني ما تقريبا ما تركوش في البيت ما تخلي بالك إن إحنا هوا أنا بس عايز أصف لحضرتك عايز أقولك كده بقولك كده يعني أنت متخالي كمة سبب الدين يعني أنت متخالي كمة سبب الدين ما أنا عارف أن أنت قلتها عشان أنا أسمعها ما أسمعتها خلاص يا موزياد بس أنا عايز أقولك حاجة بس دايما وإنت في أي حاجة إزعلانة فيها خلي باب كده خلي باب لكده والله والله خليت لبان كتير طيب اسألي طيب اسألي اسأليني اسأليني عشان الوقت اسأليني طيب أنا أقل لحد شي دي وأنا بصراحة مش عايز أروح يعني ينفع إن أنا مروحش إلىك تاني عندهم والذي هتبقى اسم كبير أنا كنت برى بيهم جدا حاضر هجاوبك على السؤالة إزاي تقدر تبريهم وهو بيقولك ما تجيليش هقول لحضرتك طيب بص يا موزياد هو لما يقولك ما تجيليش هو عايز يقول ما تعملوش مشاكل مع أخوك روح في الوقت اللي مش أخوك يموجود فيه وبوص ييد أبوك وبوص ييد أمك وخليك يبرى بيهم وخلاص ده نصحتي ليك اوعي تسمعي كلامهم إن هم مش عايزينكم هم مش عايزين مشاكل هم بيعتبروا إن أنتوا لما بتتعدوا على أخوكم الصغير أنتوا بتتهميهم إن هم بيفرقوا بينكم في المعاملة لا هم عشان هم كبروا وشايفين أخوكم الصغير ده محتاج مزيد من الرعاية لأنه بقى صغير دي وجهة نظرهم مش معنى وجهة نظرهم دي إن هي تمنعكم إن أنتوا تكونوا في قوله تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بيه ما ليس لك بيه علم فلا تطعوهم وصاحبهم في الدنيا معروفة لازم تصحبهم في الدنيا معروفة فلازم تحسني إليهم وتروح تزروهم حتى لو قالك ما تزروهمش روحي وخبطي على الباب وانت بكده بتعملي اللي عليكي أبوك وأمك ما دعوكوش لحاجة هو كل حكاية عايزكم تكونوا صالحين محبين لبعض وده أمر مشروع فحاولت ترضيهم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لكم ويفضل الأخوة والمحبة بينكم يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على حاجة مهمة جدا جدا ما بين الزوجين مفيش حاجة اسمها نموذك مثالي لكن في حاجة اسمها توافق وفي حاجة اسمها مودة ورحمة وفي حاجة اسمها نضوج بنكبر مع بعض فيه وبين نزداد ثقة وبين نزداد محبة كل ما نتعاون مع بعض يخرج كل واحد فينا أحسن ما في التاني ما يعلمش على أسوأ ما فيه كل ما كل واحد فينا يخرج أحسن ما في التاني هو دوة معنى المودة والرحمة يا رب جعلنا دايما في مددك وفي عاونك وفي رعايتك يا رب وجعلنا قادرين على إن احنا نجمل أحبابنا بإن احنا نخرج أحسن ما فيه وجعلنا عاوني لهم على الشيطان وعاوني لهم على أنفسهم الأمارة بالسوء مش عاوني للشيطان وأنفسهم عشان يخرجوا أسوأ ما فيه يا رب جعلنا من أجمل خلقك بأن نخرج أجمل ما في خلقك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما ممن يعبدونك بالجمال يا جميل يا أكرم الأكرمين يا رب العمل يا رب العالمين اشتركوا في القناة